خلونا ناخد الموضوع من أوله الموضوع من أوله حول مسألة الطروحات أو برنامج الطروحات المصري يمكن كان كثير من الأصوات بتتكلم خلال الفترة الماضية يمكن خلال سنتين أو ثلاثة ماضية يا جماعة عوزين نعمل شكل من أشكال تخارج الدولة من الاستثمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة وما إلى ذلك حلو؟ طيب هذه الأصوات كانت بعضها أصوات من رجال الأعمال أيضا بعض هذه الأصوات كانت يمكن موجودة كمان داخل الحكومة ومجموعتها الاقتصادية هذه الأصوات أيضا كانت من بعض الزملاء صحفيين ومزعين كبار والكل لي مني كل الاحترام وهذه الأصوات أيضا جاءت من بعض المؤسسات الدولية علشان بس نبقى فاهمين نقطة مهمة جدا عشان محدش يسألوا ليه تعملت دلوقتي وما تعملتش من زمان لازم تبقى فاهم أن جزء من أدوار الدولة هي الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية يعني عدم الإضرار بمصالح المجتمع وبالذات مصالحه الاقتصادية المباشرة يعني أيه برضو؟ يعني الفئات التي لم تكن محظوظة في الماضي كان يتوجب دائما ولازال بالمناسبة أن الدولة تحافظ عليهم تحافظ عليهم يعني لازم الدولة تبقى جزء أساسي من الاستثمار المسألة مش متعلقة بأن إحنا ماشيين على نفس النصق اللي كان موجود مثلا من بعد ثورة يوليو 1952 المسألة مش كده على الإطلاق المسألة متعلقة بأنه أنا محتاج أن أنا أحافظ على أسعار سلع ومنتجات كتير المسألة متعلقة أن أنا لازم كنت أبقى جوة الاستثمار علشان أقدر أوسع من نطاق فرص العمل وديك شفت أنه من 13.5% نسبة بطالة لتقريبا 7% ولا 7.5% نسبة البطالة في مصر ده خلال التسع سنين الماضية ده تعمل ليه؟ لأنه الدولة كانت مستثمر رئيسي في قطاعات محددة وبالمناسبة مش في كل القطاعات لكن في قطاعات محددة ومن هنا استطاعت الدولة أنها تخلق توظيف طب التوظيف ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى خمسة مليون فرصة عمل في خمسة مليون بني آدم فتحوا بيوتهم من وراء وجود الدولة طيب ده بيفضل مستمر إلى أن يبدأ الاقتصاد في الاستقرار مش بس النمو إحنا بنحقق معدلات نمو كويسة خلال السنوات القليلة الماضية بس كان لازم الوضع يستقر فلما استقر الوضع شنبردو تبقى الصورة قدامك وضع لما استقر الوضع الدولة تبدأ تتحرك في مسألة برنامج الطروحات وزي ما يمكن دكتور مصطفى مدبولي قال إن احنا تقريبا حققنا حوالي خمسة وستة من عشر مليار دولار نتيجة التخارج من حوالي أربعتاشر شركة فيه ناس هتيجي تقولك طب وهو التخارج ده ممكن يؤدي إليه هقولك أولا بيؤدي إلي هذه الحصيلة الدولارية اللي الدولة بتبدأ تشتغل بيها بقى تشوف هتوزعها إزاي إيه اللي هيتحط احتياطي إيه اللي هيستخدم فيه المزيد من الاستثمارات إيه اللي هيبدأ يذهب في حزم زي ما هيطلع دي بقى رؤية تانية خالص ولنا أن نتحدث فيها جدا بالجملة وبالتفصيل ونتفق ونختلف ده الأساس بتاع الجمهورية الجديدة أن نتفق وأن نختلف زي ما كان بيتكلم زمالي الأعزاء خلاف في الرأي لا يفسد لأي ود قضية ثم إنه هذه الخلافات دائما ما تكون مثمرة يعني إيه ما احنا بنفتح لبعض المدارك وتتسع الزوايا لأجل رؤية أكثر وضوحا وأكثر شمولية إلى آخره بعض الحاجات اللي الناس مش عاجبين يقولك إيه طويب وهو الدولة تخرج من الفنادق ليه أو السبع فنادق بتوع النهاردة مثلا حسابي المسعد والله أنا أقولك حاجة لطيفة جدا بكلمك بأمانة ياك فندق من الفنادق سبنا هو اسمه إيه لكن لديه مجموعة من الغرف الفندقية مجموعة ليست غرفة ولا اثنتان ولا عشرة مجموعة من الغرف الفندقية تطلوا بشكل مباشر على الهرم الأكبر خوفه أهم وأكبر وأعظم وأقدم أثر موجود على سطح الكرة الأرضية تسعير الغرفة الفندقية دي خد بالك بقى لا يتجاوز فأفضل أحوالها لا يتجاوز فأفضل أحوالها حوالي 500 يورو خد الرقم اللي أنا أقوله لك ده سبته كده في مخك عارف أنت لما بتعمل pin سبته وخد الرقم اللي أنا أقوله لك غرفة في فندق هذا الفندق في حيز برج إفال حيز برج إفال وهذه الغرفة لا تطل على برج إفال بأي حال من الأحوال لا تطل بس هي في الفندق اللي في الحيز ده عارف أنت الفندق قولك صف أول كده بس مش إطلالة مش إطلالة على البرج بتتقيم بكام بـ 1100 يورو للليلة برج إفال اللي تبنى في القرن التسعتاشر الغرفة اللي ما بتطلش عليه مقيمة بـ 1100 يورو لكن الغرفة اللي بتطل على هرم خوفه أقدم أثر عرفته البشرية وأكبر سر عرفته البشرية إحنا مقيمينه كده السؤال لي أقدر أقولك لأنه دي إدارة ده شكل الإدارة لازم لازم القطاع الخاص كان يخش في هذا الاستثمار الفندوقي أو الاستثمار السياحي لازم تعارف أنا مش من الناس اللي دايما تشجع القطاع الخاص بل بالعكس يعني دايما تلاقي دي أخذ قطوطين ثلاثة الوراء لكن أنا بقولك هو ده الواقع وهي دي الحقيقة القطاع الخاص هي يقولك إيه؟ وانا دافع الفلوس دي كلها عشان القضة دي تتأيم بالسعر ده أنا آسف جدا لا يمكن بتوقف عليها بخسارة غير لي الكلام ده ليه بقاه؟ لأن أنا محتاج أبدأ أستهدف وده هيحتاج هنا حزمة معينة حزمة معينة متعلقة بقى بوزات السياحة بكل هيئتها وفروعها اللي بتشتغل على ده يعني مسألة التسويق السياحي وما نطلق عليه التور أوبريترز اللي موجودين بره إلى آخره أنا محتاج السائح المختلف السائح اللي بيجي لمصر فيه غالبيته العظمة غالبيته العظمة حاجة اسمها باكباك شاء الشنطة على ظهره واخد الرحلة التشارتر بينزل في المطار يخش على القتال ياخد باكتج اسمها اول انكلوسيف لو أكله على كله ولما تشوفه بقى أقوله بقى وكل وشارب ونيم ومهيس لبيخرج من القتال ولا بيركب أوبر ولا بيركب تاكسي ولا بيركب تاكسبيض ولا بيخش على بزار يشتري له حاجة ولا يقعد في مطعم بره في الشارع يأكل لقمة كلام ده مش موجود بيكلف هذا الساقح كام بالكتير قاعد في قتال خمس نجوم كله على كله ويدفع له ألف يورو في أسبوع ولا في عشرة تيام مصر يجيها واحد واكل شارب نايم في قتال خمس نجوم وما كمان ما بينفعنيش بحاجة أنا عايز الناس تشتغل أنا عايز سوئين العربيات وعربيات السياحة والبزارات والمطاعم وبيعين اللب كلك وأنا عايز الناس تشتغل ده ما بينفعنيش الله إزاي القصة مش في الخمستاشر مليون سايح ولا إنه يبقوا خمستاشر مليار دولار لا القصة في نوعية السايح اللي يجيب لي أد الفلوس دي يعني تخيك كده لو أنا استهدفت السياحة بقى البريميوم دي السياحة اللي هي الفاخيرة دي الرجل اللي ييجي يقعد في قتال يبص على الهرم في القضة بتاعته حاطت رجلي على رجل باشا أعمله اللي حوله القضة دي للجنة بتاعته عربيات زريفة لطيفة تبقى موجودة تحت أمره يخدها ويتحرك ويتوكل على الله يتفسح وينبسط التور جايدز أو أخوانا المرشدين يخدوه يلفو بيها على البزارات ويتدول أماكن السياحية وما إلى ذلك بس أنا عايز السياحة اللي بيعد اللي هو ييجي يحط في قضة ما أنت لما تيجي تفكر فيها بالمنطق لو بالمقارنة بهذا الفندق الباريسي قدام الفندق المصر الذي يطل مباشرة على الهرم أقيم القضة بتاعته بكام بالميت كده ده فيها بتاعة 3000-4000 يورو في الليلة أنا عايز ده أنا عايز ده زي ما أنا نفس القصة أنا عايز ده بقى على سواحل البحر الأحمر وسواحل البحر الأبياد وعاوز الكلام ده أشوفه كده في القتلات الجميلة الضريفة بتاعة لؤسر وبتاعة أسوان وهكذا وفي جنوب سينة تشارم الشيخ إلخ إلخ أنا عايز أستهدف سائح بريميوم سياحة فاخرة هل ده معنى أنا أتنازل عن سياحة الباكباك اللي هو سياحة الشارتر لا أنا عايز من ده وعايز من ده بس أنا استهدافي الرئيسي دلوقتي راح على فين على بتوع الشارتر ده علاجه بيجي بقى من التور أوبريتر ودي ما كاتب بتبقى بره لازم أنا غير بروتوكول التعاون بتاعي أنا في مصر ما جيبش 30 مليون سياح ده نفهود أنا جيبهم وأنا سايب إيدي يبقى كان لازم القطاع الخاص يخش لأنه خايف على فلوسه يعني الدولة مش خايفة على فلوسه خايفة لكن الدولة في الآخر خلص بتتحرك بشكل بطيء الموظف اللي عارف أنه كده كده واخد المرتب آخر الشهر غير الموظف اللي عارف أنه كلما زاد نشاطه وزادت كفاءته وزادت جودة الخدمة المقدمة كل ما حصلته الشهرية بتزيد لأنه بياخد بونس وبياخد مكافأة يعني وبياخد حوافز وبياخد مش عارف نسب إيه وكلام من ده فده هتلاقي إيه ما قولكش رهوان شغال إيه دي كل المسألة أما بخصوص الحصيلة زي ما بتاعت النهاردة على السبع فنادق فأنا أظنها كانت حوالي 880 880 مش 800 880 مليون دولار إذن إحنا ماشيين على خط ما وأظن إن إحنا ماشيين على الخط ده بس في نفس الوقت وإحنا ماشيين علي إذن نبقى واخدين بالنا كويس جدا أوي خالص وأنا دايما السؤال اللي يمكن هترحه بعد كده ألا وهو هل أنا تخاركت بشكل كامل ولا أنا تخاركت بنسبة محددة وهل النسب الحاكمة بقت في إيد القطاع الخاص ولا لازلت النسبة الحاكمة في إيد بعض مؤسسات الدولة لأنه كل هذه الأمور فارق السؤال اللي هيفضل بعد شوي وده مهم جدا بداية من عام عشرين أربعة وعشرين إحنا بنبدأ فعلا أنا في رأيي مرحلة جديدة وأنا عندي يقين أنها سوف تكون أكثر إستمارا السؤال هو هل الحكومة هتشتغل معنا بنفس الطريقة بتاعة الكامسة اللي فاتوا ولا هنغير نغير الطريقة خلي بالك القصة ما لهاش علاقة بتغيير حكومة من عدمه مش دي القصة دلوقتي حتى لو كان لزاما وواجبا أنا بتكلم على الطريقة أنا ممكن أغير الوجوه بس الطريقة تفضل صح؟ إحنا محتاجين نغير الطريقة أنا مش عاوز حكومة بيحصل لها حالة بانيك وهلع وزع وزعر لما بيحصل حاجة أنا مش عايز حكومة تنتظر دائما أنه الرئيس يقول اعمل كذا حل دي والحل بتاع دي هيتعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وأفكرها ويمكن احنا كلنا بنشوف طريقة الرئيس في التعامل رئيس مستمع رائع رائع ودايما تلاقي فيه معاه نوطة صغيرة وقلم وبيكتب وبياخد ملاحظات وبيقيد ومستعد دائما للسؤال والمناقشة والأخذ والرد وباله طاويل إلى أبعد الحدود إذن مفيش مشكلة على الحكومة أن تكون أكثر تقدمية من ذلك أي أن كانت الأسماء الحالية الجديدة المستقبلية أكثر تقدمية بكتير من ذلك عليها أن تصيغ رؤى وأفكار عليها أن تعرض على فخامة الرئيس عليها أن تشرح وتفند وتفصل وتدافع عن وجهات نظرها ده مهم لأبعد الحدود ترجمة نانسي قنقر